بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله نبدأ درسنا اللي هو دا اللشمانيا لشمانياسيز لشمانياسيز جيوغرافيكال ديستريبيوشي التوزيع الجيوغرافي دا اللشمانياسيز دا اللشمانياسيز انديمك مستوطن in 88 countries on five 88 دولة من ضمنها خمس قارات كنتريتس اللي هي افريكا اسيا ايروب نورث امريكان and south امريكا 30 15 مليون people at risk معرضين للخطر و 12 مليون من الناس people are affected by اللشمانياسيز يعانون من دا اللشمانيا نجي على التشغيص اللي دائما ننأكد ان نقول مهم جدا التشغيل سبلين طبعا طحار قون العظم المارو نخاء العظم لنفو نود العقد اللنفاوية طبعا هي اخذها طبعا خزعة من عدها الديهاي تيست او عن طريق جهاز الالايزة اي طبعا حفظونا او عن طريق بوليومرايز شين رياكشن اللي هو بي سي ار جهاز البي سي ار المتطور للفحص كلها طرق التشغيص التريتمنت العلاج اهنانا سوديوم انتيموني والبنتو مايدين والانفو ترايسين بي الانفو ترايسين بي هذا العلاج مالت اهنانا تظهر الحشرة اللي هي ساندفلاي ذبابة الرمن ساندفلاي وهي صورة رسع الحشرة للجلد ومنطيق ايضا الاسم العلمي مالتها العفو اللي هي فوم بامس لا تسومية فوم بامس الاسم العلمي لا تسومية طريقة النقل طبعا هنا صورة مهمة جدا مطلوب الرسم مطلوب الرسم ومهمة تبين الصوتيات اللشمانية للمراحلها المختلفة different stage of optional hemofragilitis اللي هي اماستيقويت برومو مستيقويت ابي مستيقويت تريمو مستيقويت مراحلها المختلفة تحظون نياها طبعا واضحة شوفوا مميزاتها فيها الخشاء الخارجي واضح جدا والصوت واضح والنواة مميزة جدا مثل ما قلت لكم هذا حفظ للرسم هنا الرسم بس للتوضيح دورة الحياة شون تنتقل من لسعة البعوضة الى داخل الجسم the life cycle من لسعة ذبابة الرمل للانسان وتكاثرها داخل الاسم مثل ما قلنا بالتوضيح غير مطلوب هنا رسومات اخرى داخل جسم الانسان واضحة ايضا جدا من شاهدها المختبري تحت المجهر واضحة جدا هنا ايضا دورة داخل الجسم الانسان هنا انا الدياغنوسيس كلش مهم جدول مسوي الكومياء كل انواع الليشمانية وحاطها بجدول يعني مثل الليشمانية باراسيتس عن دياغنوسيس الليشمانية تروبيكا الليشمانية معجور اثيوبيكا مكزيكانا هاي كلها زين اثيوبيكا 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 ميكوكوتينيسس هذا الليشمانية المخاطئ جدا هذا الليشمانية المخاطئ الجلدي اثيوبيكا زين اما الليشمانية دوفاني الليشمانية انفانتيام الليشمانية كاكازي هاي شنو انطينا المرض مالتها الدزيز والتها يحظنا دائما بازيرال الليشمانياسس كلش مهم الليشمانياسس الليشمانية ما يسمى بالعربي الحشوي الحشوي اهنا الافة لجن الافة التي سببتها سببها هذا الطفيلي على جلد الانسان صور راح انشائدها مختلفة صور مختلفة شوف هذا بالاطراف بالجلد اهنا على الوجه الصور مختلفة ديلاعفة نات دياغنوسيز او التشخيص سين خلي نقل الصورة شوية ما بينه الكتابة في اعلى السلايد دياغنوسيز التشخيص يعني هنا التشخيص كلش مهم طبعا ايضا اخذ سميرت مسحة وصوات جيمس ستينز وايضا مباشرة تحت الميكروسكوب فروم باليس او عن طريق سيرولوجيكال تيست عن طريق جهاز الالايزة او مباشرة او مباشرة زين يعني مباشرة دايركت زين عن طريق ما يسمى جوزدنيشن اي دي اي تي بالمختبرات مختصر انطو على الراجعة اي دي اي تي دي اي تي او ان دايركت كلوريسنس انتي بادي تيست المختصر ماتة اي اف اي تي يعني بالعربي اختبار الاجسام المضادة اختبار الاجسام المضادة غير المباشرة زين عني اختبار الاجسام المضادة غير المباشرة نجح على سلايد اخر لشمانية اي سيز دا اللشمانية ريسيرفر هوست الخازن المضيف الخازن ايضا تعرفو تعرضو لطفيلة الشمانية شو نقول عليه يا اما دوغز يا اما المان او شنو الاخير شنو القوارض البرية القوارض البرية نجي على سلايد اخر مهم ايضا و تحفظون اياه العلاج طريق بيرتوستام بيرتوستام و مفوتريسين مفوتريسين طبعا الانفوتريسين هذا مكلف بس اقل سمية بينقصين كاتبلكية لكن شنو غالي او عن طريق عن طريق الجراحة استقصال شنو الاستقصال نجي على ذكرى الاشمانية اول ما نبدأ به هو اداء الاشمانية الجلدي واعراضه اداء الاشمانية الجلدي ونشوف الاعراض اول ما نبدأ به هو الحمى بعدين تضخم الطحال سبلانو مكلي وايضا تضخم الكبد هبتو مكلي ايضا فقدان الوزن ويت لوس وكذلك الانيبية وكذلك ابيستاكسيس الروعف كف السؤال ديارية ايضا اشتركوا في القناة